في احدى المواقع اللي تخص هيئة الابناء التعليمية انشاء مدرسة كاملة مكونة من 11 فصل وان شاء الله بإذن الله المدرسة دي هتكون من المدرس الهمة جدا لرعاية مواطيني برج العرب لأداء البرنامج التعليمي الكامل من الكيجي ثم الافتدائي ثم العدادي في مكان واحد ان شاء الله بإذن الله في ظل المبادرة المدرسة دي مكون منها 11 فصل زي ما قلت لحضرتك وفي نفس الوقت حيبى فيها ملعب كبير سلاسي ياخد ثلاث لعبات اللي عندنا صور بمحيط المدرسة بالكامل اتنين بوابة غرف أمن غرف للمدرسين معامل كمبيوتر ومعامل للمواد الأخرى زي العلوم والفيزيو والكيميا أما بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي احنا ان شاء الله عندنا وحدة معالجة كبيرة بمساحة 15 فدان عندنا ثلاث وحدات رفح لتخص الصرف الصحي عندنا لشركة مياه الشرب في برج العرب ان شاء الله عندنا موقع في منطقة أبو صير بيعاد تهيئته وفيه انشاءات جديدة يغطي ان شاء الله بإذن الله الكمية المطلوبة للتعداد السكاني الموجود وهو يمثل حوالي 135 ألف نسمة عندنا برضو فاندم في محيط الشباب بالرياضة او في قطاع الشباب بالرياضة عندنا لكل مركة لكل قرية مركة الشباب ليها اذا كان يعاد تطويره اذا كان قديم وان شاء الله فيه توسعات او اذا كان انشاء جديد بالنسبة برضو ليه قطاع الخدمات عندنا في كل قرية حيبقى فيه مركز تنموي كامل فيه كل الاداء للمواطن زي شهر العقاري مكتب البريد وخلافهم مبنى كامل فيه كل الخدمات عشان المواطن ما يبقاش برضو ايه جهده متحرك في اكتر من مكان